بحضور السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والمعاون العلمي للجامعة وبإشراف عملية الدفاع الوطني والهيئة التدريسية ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاس خارتا المحاضرة الموسومة الأمم المتحدة ودورها لدعم الاستقرار في العراق على مسامع دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم 25 حيث تناولت من خلال محاضرتها عدة محاور تضمنت لمحة تاريخية عن تأسيس للأمم المتحدة دورها في حفظ السلم والأمن الدولي واحترام الاتفاقيات الدولية وحفظ حقوق الإنسان وتقديم المشورة السياسية لتحقيق الاستقرار والإصلاح العام ومكافحات الفساد سعيدة بيهودي هنا وكان لي شرف زيارة الجامعة وليس ذلك فقط بالإلقاء محاضرة تبعتها جلسة من الأسئلة والأجوبة مع الطلبة وكان النقاش مفتوح وحر وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الحديث عن استقرار العراق وأن يكون لدينا الحرية في الإشارة إلى الأمور الصحيحة والأمور التي نحتاج إلى أن نعتني بها من أجل منع عدم الاستقرار طلبة كان جميعهم لديهم التزام وكلهم كان لديهم تركيز وتواصل وبدون هذا المستوى من الالتزام لن يتحقق أي تقدم في الدراسة ولهذا هذا عكس لي مدى التزام وقودة مستوى هؤلاء الطلاب وتخللت المحاضرة عدد من الأسئلة من قبل الدارسين تضمنت عدة محاور منها الاستراتيجية المستقبلية للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في العراق شرفت جامعتنا اليوم بحضور السيدة بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة لإلقاء محاضرة على دارسي دورة الدفاع الوطني رقم 25 الموسومة دور الأمم المتحدة في دعم واستقرار العراق وتناولت المحاضرة العديد من المحاور وأهم المحاور هو كيف تقوم منظمة الأمم المتحدة في الاستمرار في دعم العراق من كافة النواحي لا سيما المواضيع الخاصة بالنازحين وهناك مناقشات من قبل الدارسين وأسئلة كانت الإجابات عليها شفافة وواضحة بالتأكيد حضور هكذا شخصيات إلى الجامعة هو دعم للاطلاع لما يحدث في المستوى الاقليمي والدولي ضمن المنهج لكلية الدفاع الوطني استضافت السادة المسؤولين ومنهم مدراء أو مسؤولين منظمات الدولية في هذا اليوم المبارك استضافت كلية الدفاع الوطني دورة الدفاع الوطن الرقم 25 الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء محاضرتها الموسومة الأمم المتحدة ودورها في دعم واستقرار العراق وتطرقت إلى كثير من المواضيع المهمة التي تخدم الإصلاح والتقييم في العراق منها الإصلاح الهيكلي والسياسي والاجتماعي وكيفية دعم العراق من جانب الانتخابات المقبلة إن شاء الله أعلام وزارة الدفاع حنانة محمد